حالة من الترقب تسيطر على نحو 55 مليون تركي شاركوا في التصويت على الاستفتاء التركي الشعبي الهادف إلى توسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان الدستورية فما بين التأييد والمعارضة يسيطر سجال حاد على المشهد التركي العام نرصده في هذا التقرير لحظات تحبس الأنفاس ينتظرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنصاره في عملية الاستفتاء الشعبي التي حشدت الشعب التركي اليوم في الشوارع للتصويت بنعم أو لا ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي الخارج في هذا المساء بقيامها بالخيار المنتظر أثبت أردوغان أكثر من أي وقت مضى ميزته كخطيب متمرس بإلقاء كلمات مصحوبة بأبيات شعر قومية وآيات قرآنية وقطعات صمت متعمدة لترسيخ كلماته في الأذهان بوجه متفائل عبر أردوغان عن نتائج استفتاء تاريخي سيحول وجه تركيا من خلال تعديلات دستورية ستهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي ما قد يغير شكل النظام السياسي بإلغاء منصب رئيس الحكومة لصالح رئيس سلطة تنفيذية قوية ومستقرة في وقت تواجه البلاد تحديات أمنية واقتصادية وفي ظل وعود متكررة بالعودة للانضمام للاتحاد الأوروبي والسعي لضحض الإرهاب وفي حال أقرت التعديلات الدستورية فإن أردوغان الذي نجى من محاولة انقلاب قبل تسعة أشهر سيتمتع بصلاحيات معززة تمكنه أن يبقى نظريا رئيسا حتى عام 2029 أما المعارضون فاعتبروا بأن من شأن هذه التعديلات أن تمدد سلطات السلطان التركي الموصوفة بالتسلط والديكتاتورية وبأن عجلة الإصلاح في البلاد تسير في الظلام منذ الفترة الممتدة بين عام 2002 إلى عام 2004 في هذه الأثناء حملات أمنية مشددة تشغل حيزا كبيرا في تنظيم الاستفتاء خصيصا بعد أن هددت عصابة داعش الإرهابية عبر إحدى وسائل الترويج لها بتنفيذ هجمات على مكاتب الاقتراع اليوم الأحد احتمالات كثيرة وخطابات مدروسة يلقي بها الرئيس التركي رجال طيب أردوغان لتتصدر تركيا المشهد في انتظار النقطة الحاسمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر